في الوقت الذي يواصل الاحتلال عدوانه الغاشم على قطاع غزة يصل دعم غربي متلاحق بأحدث الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تشديد الحرب على غزة باستخدام أسلحة متطورة أهمها القنابل الإسفنجية التي تستهدف منع وقوع جنود الاحتلال في كمين تحت الأرض داخل أنفاق غزة حيث تحتوي تلك القنابل على حاجز معدني يفصل بين سائلين وبمجرد إزالة هذا الحاجز بعد أن يضع الجندي القنبلة أو يرميها تمتزج أجزاء هذه القنبلة معا ثم تنفجر كما بدأت إسرائيل في اختبار قنابل كيميائية لا تحتوي على متفجرات لكنها تستخدم لسد الفجوات أو مداخل الأنفاق التي قد يخرج منها المقاتلون وقد يستخدم الاحتلال أيضا الروبوتات للمساعدة في تمشيط الأنفاق قبل الانطلاق في التنقل داخلها على أن يتم التحكم في بعض تلك الروبوتات عن طريق الأسلاك أو عن بعد عبر الموجات اللاسلكية ويعتمد جيش الاحتلال أيضا على طائرات صغيرة بدون طيار للاستطلاع تحمل براحة اليد لكنها قد تعاني مشكلات أيضا كما الروبوتات في إيصال الإشارات كما ظهر غاز الأعصاب كسلاح للاحتلال في حرب الأنفاق الذي يؤثر بدوره على انتقال النبضات العصبية عبر الجهاز العصبي وهناك أيضا ما يسمى اللدغة الحديدية وهو سلاح آخر استخدمه جيش الاحتلال في الحرب الدائرة عبارة عن قذيفة هاون تعمل بالجمع بين نظامين لتحديد الأهداف بدقة هما الليزر ونظام التموضع العالمي جي بي اس ترجمة نانسي قنقر